نتوقف عند أولى البنوك السعودية التي استهلت موسم الإعلان عن نتائجها للربع الثاني والنصف سنوية البنك السعودي الفرنسي التي ارتفعت أرباحه في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من ملياري ريال بسبب ارتفاع طبعا كما ذكر البنك الزيادة في إجمال دخل العمليات ونتيجة الارتفاصة في دخل العمولات الخاصة إذا ما قررنا طبعا نتائج الربعية التي جاءت محققة قرابة الثلاثة في المئة عند المليار وخمسين مليون بالربع المماثل من عام 2015 عند المليار وعشرين مليون نسبة التغير هي ثلاثة في المئة أما النصفية كذلك كان فيها ارتفاع قارب الثلاثة في المئة إلى حدود المليارين ومئة وثلاثين مليون ريال السعودي مقارنة بالنصف الأول من عام 2015 عند مليارين وسبعين مليون موجودات البنك السعودي الفرنسي كذلك حصل فيها نوع من المكاسب قاربت الأربع فاصل ثلاثة في المئة وارتفعت إلى حدود المئة وثلاثة وتسعين مليار وتسعمائة مليون مقارنة بالنصف الأول من عام 2015 والتي كانت عند المئة وخمسة وثمانين مليار وتسعمائة مليون القروض كذلك نمت للسعودي الفرنسي بقرابة ثلاثة فاصل سبعة في المئة لتصل إلى مئة وتسعة وعشرين مليار وستمائة مليون مقارنة بمئة وخمسة وعشرين مليار كانت حققها البنك بالنصف الأول من عام 2015 الاستثمارات بالمقابل كان فيها تراجعات قاربت أربعين في المئة معظم استثمارات البنك السعودي الفرنسي كانت بالأوراق المالية وبالتالي عملية التطورات العالمية والداخلية كانت أثرت على هذا الاستثمار لطابت إلى حدود تلاتة وعشرين مليار وتسعمائة مليون بالنصف الأول من الفين وستة عشر مقارنة بتسعة وثلاثين مليار وسبعمائة مليون بالنصف الأول من عام 2015 وبالتالي رأينا انعكاس على ودائع البنك أيضا كان فيها تراجعات قاربت اثنين وسبع عشر النقطة المئوية إلى حدود 138 مليار وثمانمائة مليون ريال بالنصف الأول من الفين وستة عشر مقارنة لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي عن 142 مليار وستمائة مليون ريال نسب الإقراض بالبنك السعودي الفرنسي كان أيضا شهدنا عليها مكاسب ارتفعت إلى حدود 93.4 في المئة مقارنة ب67.7 في المئة وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نسبة ارتفاع قاربة الستة في المئة بنسب الإقراض للبنك لكن أبرز العوامل المؤثرة على نتائج السعودي الفرنسي للنصف الأول كان عدة أو عوامل أبرزها طبعا ارتفاع دخل العمولات بالنسبة للبنك ارتفاع دخل العمليات المصرفية إلى جانب ارتفاع دخل تحويل العملات وانخفاض المصاريف العمومية بالنسبة للبنك السعودي الفرنسي لكن توزيعات الأرباح بالمقابل هي عند مستويات الخمسة وخمسين هللة بالنسبة للسهم نسبة التوزيع كذلك من القيمة الاسمية بلغت الخمسة وخمسين في المئة ومجمل المبلغ الموزع هو ستمائة وثلاثة وستين مليون ريال وكان سهم طبعا البنك السعودي الفرنسي شهد تراجعات قربة 18.5% منذ بداية عام 2016 لنصل إلى مستويات قربة 23 ريال